أنا عايز أسألك تاني رجوعاً لمهنة الـ HR والتحدياتها اللي هي أصلاً مهنة إنسانية بالأساس عملت لها إزاي حلول تكنولوجية وده يفيد ولا يدر يعني أنا للنظرة الأولى كده أقول خسارة يعني خسارة يضيع التواصل مثلاً ما بين الشخص ومديره بتاع شؤون العاملين بالمسمى القديم لأنه إحنا عايزين جزء إنساني في الحكاية حلتوها إزاي طيب المجال بتاع شؤون العاملين أو الـ HR هو بيكون مقسوم حتتين جزء فعلاً فيه تواصل والجزء التاني بيكون مبني أكتر على حاجات أساسية بتتعامل مع كل موظف زي لو إحنا هناخد الموضوع إزاي الـ Automation هيساعد فإحنا هناخده من الأول خالص من أول توظيف الموظفين إن أنا بدل ما أنا أقعد أجيب مثلاً موظف الموظف ده لسه هيعلن في كذا مكان عن إيه هي الوظيفة اللي هو عايز يوظفها يشوف مين الـ Candidates أو مين الناس اللي هتقدم على الوظيفة دي إذا كانوا بينفعوا أو لا فدلوقتي ده كل ده بتعامل شكل Automation هو بيعرضها على المواقع بتاعة التوظيف ومواقع التوظيف دي كلها بتشوف له مين من اللي بسجلين على الموقع ده هو المناسب للوظيفة دي وبيعرضوه على الـ HR فهو يعني وفر الوقت اللي كان هيفرضه أو كان هيقضيه كله علشان يفرض كل الناس دي كلها فهو الوقت ده كله تقطع بالموضوع ده اللي اتا قلتو ده برضو مهم بس خطير لأنه ده يخلي الناس اللي بتكتب بقى الـ CV بتاعها تكتبوا مظبوط بالضبط عشان تتشايف في أي منظومة بتستخدم تكنولوجي تديني أنا صايح كده بما أني اتشاهد مهارات يعني افتكر المرة حد قال مفيش حد في مصر بيكتب مهارات وكله بيكتب شهاداته ده صح؟ اه يعني هو هنا الناس بتكتب شهادات أكتر ما بتكتب المهارات معين بره العالم بره دلوقتي ما بقاش بيعاين بالشهادات قوي جوجل وفيسبوك والناس دي كلها مش بتعاين بالشهادات دلوقتي ولكن الناس بتعاين أكتر بالمهارات احنا هنا بنفتقد أن احنا نعمل تيمبلت أو نعمل خلانا نقول توضيح لكل حاجة الواحد بيعملها ايه الوظائف اللي هو بدأها كان بيعمل ايه في الوظيفة دي الحاجات دي بتفرق جدا مع سواء لو فيه اتشار هيبص عليها أو سواء لو سيستم كمان هيبص عليها ولو سيستم بتهيقلي أهم؟ اه لو سيستم طبعا أهم بكتير ان هو هيبقى شايف اللي هو مهتم ان هو يماتش او يوفق الحاجات اللي طالبها موظف الاتشار مع الحاجات اللي عند الكانديدت او عند الموظف فلو هو ما لقاش ان هو كاتب نفس الحاجة بنفس الطريقة مش هيقدر يجيبه انا عايزة بس اشاهد الشباب اللي معين اسمح لي كم حد بيكتب في السي في بتاعه انتو عملته سي فيهات ولا لا؟ خلق كم حد بيكتب مهاراته انا شاطر في واحد اتنين ثلاثة حد عمل كده بالكده؟ فيها اربعة من حوالي اربعين اه يعني هو فدي نسبة فعلا ده اللي حوصل بالزبط يعني الناس ما بتكتبش المهارات بتاعتها ما بتكتبش كمان مهمها الوظيفية جوه وكل وظيفة هو عملها الانجاز اللي هو عمله في كل وظيفة لان ده بيع بيفرق جدا مع سواء هنا او بره مصر يعني بانه مصر بتشهد دلوتي ان فيه توظيف خارجي كتير قوي يعني المصرين بيتوظفوا بره دلوتي اسرع بكتير من جوه بتوظفوا بره وهم جوه كمات صح؟ اه يعني الريموت جوبز دلوقتي بقت كتير جدا وبقت ده احد الحاجات اللي في التكنولوجي يعني التكنولوجي اللي موجودة في مجلة شعور هي اللي ساعدت ان يكون دلوقتي فيه مصرين كتير بيممكن يشتغل في امريكا ويشتغل في ألمانيا وهكذا من غير ما يسيب بيته اصلا يعني هو بيشتغل من هنا وفيه كذا سوفتوير بيساعد الشركة هناك انه يتابع ان الموظف ده بيقدم مهامه الوظيفية مركز في شغله وهكذا